نشر الصحفي والمقدم التلفزيوني الأمريكي الشهير تاكر كارسون عبر صفحته في منصة X يوم أمس بأنه كان في العاصمة الروسية موسكو وقد أجرى لقاء مع فلاديمير بوتين وأعلن كارسون بأنه سيتم عرض المقابلة على موقعه في الإنترنت وعبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعية من الواضح أن إجراء مثل هذه المقابلة يرتبط بمخاطر معينة لذلك فقد فكبرنا في هذا الأمر بعناية لمدة أشهر وقال كارسون أن مسؤوليته كصحفي هو إبقاء الناس على الطلاع ولكن في الوقت نفسه اتهم المذيع الأمريكي مرارا وتكرارا بنشر أكاذيب الكريملين والدعاية الروسية ويصف حرب روسيا ضد أوكرانيا بأنها صراع ولا يخفي كراهيته للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي وتعاطفه مع بوتين كما يتهم وسائل الأعلام الأمريكية بالفاسدة لأنها لا ترغب في الحديث مع سيد الكريملين هذا أمر سخيف نحن نطلب باستمرار إجراء مقابلات مع بوتين ونحن نفعل ذلك منذ سنوات عديدة وصعد كارسون إلى قمة شعبيته في الولايات المتحدة عندما أصبح نجما على قناة فوكس الأمريكية حيث قام هناك بتقديم برنامج تلفزيوني مسائي ولكن سرعان ما تم فصله من القناة ونشرت وسائل أعلام أمريكية أن السبب وراء ذلك هو الدعوة القضائية بسبب تقريره عن سيطرة أنصار ترامب على مبنى الكابيتل وأيضا لأنه نشرت دعاءات كاذبة حول عملية تزوير خلال انتخابات الرئيسية الأمريكية لقد دعم كارسون منذ فترة طويلة الرئيس السابق دونالد ترامب وهو بدوره صرخ مؤخرا بأنه يعتبر المذيع التلفزيوني شريكا محتملا مستقبلا وحتى نائبا لترامب إذا فاز في الانتخابات المقبلة كارسون هو رجل استعراض سياسي محترف ومحرد ليس له أي علاقة بصحافة ولا علاقة له أثناء عمله في فوكس نيوز ونرى بأنه يعمل بشكل كامل على الدعاية الانتخابية لترامب وفي الواقع يعمل بمثابة استنزاف للمعلومات الأكثر قضارة وبالتوازي مع كل هذا يتغزل بالروايات الروسية وهذا يمنحه المزيد من التقدير والحماس وبالتالي فإن الإعداد لمقابلة مع بوتين يتناسب تماما مع منطق ترامب الانتخابي يطلق دعاة الكريملين على كارسون لقب الصحفي النزيه وخلال أسبوع الماضي نقلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية والقنوات الفضائية عنهما يقرب ألفين مرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكريملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي قرر إجراء مقابلة مع كارسون لأن موقفه يختلف عن بقية وسائل الإعلام الغربية وقالت عضو البرلمان الأوروبي راسا يوكنافيتشني أن هذه المقابلة هي عنصر من عناصر الحرب الهجينة ضد الديمقراطية إن هذا مثالا على كيفية تعامل بوتين بنجاح مع الحرب الهجينة محاولا استخدام الديمقراطية كأداة ضد الديمقراطية الأخرى ومنذ ما يقارب من مئة عام وتحديدا في ثلاثينيات القرن العشرين حدث نفس الشيء مع الصحفي الأمريكي وولتر دورانتي والذي أجرى مقابلة مع ستالين إن موسكو تحتاج إلى إجراء مقابلة مع كارسون ليس فقط لتضليل المشاهدين في مختلف أنحاء العالم بل أيضا لإثبات للروسي في المقام الأول بأن بوتين لا يزال مثيرا للإهتمام في نظر وسائل الإعلام الغربية وسوف يزوده كارسون بالخطاب المخلص إعداد يوليو بيل لخناة يؤتي في عربية ترجمة نانسي قنقر